هذا وقد عقد اليوم الاجتماع الوزاري الثاني الذي ينظمه برنامج الأمم المتحدة للمستوطنات البشرية حول التحضر وتغيير المناخ وتحت عنوان العمران والتغيير المناخي ناقش الاجتماع الذي شارك فيه أكثر من ستين وزيرا ناقش طرق الحد من تأثيرات التغييرات المناخية على المدن وحلول تطوير المناطق العمرانية وذلك من خلال التقنيات المتطورة وتعزيز منظومة التمويل للوصول إلى صفر انبعاثات في المدن والقرى لا تستطيع المدن أن تعمل بمفردها ولذلك أطلقنا هذا التحالف للشراكات ذات المستويات المتعددة في القيمة بمصادقة أكثر من ستين دولة ومعظمهم بيننا هنا اليوم والتزموا بالتعاون مع المدن والقرى بالتخطيط والتمويل وتنفيذ ورصد الاستراتيجيات المناخية بما فيها الجولة القادمة للمساهمات البلدية وتكمن أهمية هذا التحالف في أن المدن تطلق 70% من الانبعاثات الكربونية ونستطيع أن نصل إلى صفر انبعاث كربوني بالتكنولوجيا والإجراءات المتبعة وصول العالم إلى الصمود والوصول إلى صفرية الانبعاثات يفهم الدور الأساسي الذي يلعبه الأطراف المحليون بما في ذلك المدن والحكومات دون المستوى الوطني هنا واليوم أريد أن أقف للحظة ونشيد بالقيادة المحلية ودون المستوى الوطني الرائعة التي نراها في هذا المكان ما بين المدن ما بين القرى ما بين المناطق ترجمة نانسي قنقر